اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والنيل من امنهم واستقرارهم مشيدا بالكفاءة العسكرية العالية والقدرات القتالية المتفوقة لقوة دفاع البحرين في ميادين الشرف والاباء ووقوفها صفا واحدا مع شقيقاتها دول التحالف العربي معربا عن فخره واعتزازه بالتضحيات الجسيمة والاسهامات المتميزة لضباط وافراد القوة البحرينية الشجاعة واكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن مملكة البحرين ستظل بعون من الله ثم بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه الداعمة والمساند لكل جهد عربي وإسلامي يستهدف خير الأمة وشعوبها سائلا الله جل شأنه أن يرحم شهداءنا الأبرار وأن يسكنهم فسيح جناته ويلهم شعب المملكة بالصبر وحصن العزاء وأن يحفظ مملكة البحرين وشقيقاتها دول مجلس التعاون وينعم عليهم بالأمن والاستقرار والرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة والتوجهات السديدة من جلالة الملك المفدى وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفظهم الله ورعاهم